غياب الثقافة العمرانية لدى بعض الجزائريين وعدم اعتمادهم على مكاتب دراسات في الهندسة المعمارية لتشييد مساكنهم الخاصة مشكل عويص أضحى يهدد حياة المئات من السكان فرغم أهمية المخططات المعمارية والمدنية إلا أن إقبال الجزائريين عليها يعد آخر اهتماماتهم نقول لأرشيتيك الأمور ما يستعملهمش علاها عندهم الإكسپيريونس لجانة عزركة عندهم الإكسپيريونس ما يخدمون رواح ما يديروا كل شرواح أنا واحد من الناس عندي خوتيزوش يخدمون لامرصاندري يطلع لك الدار من الأرض للدارة كما بغيت انتالى مخطط لأولو مواطن الجزائري ثقافة اللجوء إلى المهندس المعماري والدراسات والدراسات التقنية لدى المهندس المدنيين غايبة وهذا الشيء يؤثر على جودة البناء لدى المواطنين أغلبية الخواص ما يعرفوش المهندس المدني أصلا هما كي يسمعوا يقول لك رح المهندس يروح ديراكت المهندس المعماري تبالوا المهندس المعماري هو اللي لازم يدير له كلش لا لا احنا كاين تخصص يسميه الإنجينيورون جيني سيفيل الإنجينيورون جيني سيفيل هو اللي يرسم لك وفي الوقت الذي يجد بعض المواطنين ما يبرر عدم اعتمادهم على المخططات المعمارية نجد المختصون يحضرون من العواقب الوخيمة لهذا الأمر خاصة عند وقوع الكوارث الطبيعية يجيوني خواص بعد ما كملوا ديجا خمسين بالمئة من الخدمة تحم ويقول لك أستاذ روحيا أنا حاصلين باش نشوفوا وراهو المشكلة تلقى باللي الخدمة تحمل ماهش عالي نورم ما عندو بلاند في غاياش ما عندو بلاند ما بتعليزارشي تاكت ما عندوش اللي بلاند اللي يديروهم اللي زارشي تاكت ما كانش وتلقاه باللي يخدموا وراح كما نقولوا في الزد معنباليش إنصام كبيرة تعدع الدراهم الأثار السلبية التي تنجر وراء عدم اللجوء إلى الدراسات المعمارية والتقنية تأثير على الطابع المعماري وهوية البنايات بين واقع اللامبالات لبعض المواطنين وعدم اكتراتهم بحجم الكوارث التي قد تحدث في حال تشييد بنايات دون مخططات معمارية ودعوات المختصين إلى حتمية تغيير هذه الثقافة من جهة أخرى وجب تضافر كل الجهود للقضاء على فوضى العمران في الجزائر